تشتهر قرية أمريع الواقعة ببلدية فريحة بيتيزيوزو بتربية الأبقار والأغنام وحتى الأحصنة مهنة ورثوها عن الأجدادهم وهي تشكل مصدر رزق أساسي لهم ولعائلتهم تفاصيل أكثر مع سفياء برودان وأمينة بن دحمل قرية أمريع الواقعة ببلدية فريحة بيتيزيوزو التي يشتهر قاطنها بتربية الأبقار والأغنام وحتى الأحصنة حيث ورثوا هذه المهنة أباً عن جد لتشكل مصدر رزق ناساسي لهم ولعائلتهم منذ زمن طويل نعم رائع لكم من دفريحة يتصربين الطاس والطاس المالكين خاصة يستنقوا ويفكيوا الشاب جندور سليم واحد من شباب قرية أمريع الذين تعلقوا بهذه المهنة رغم صعوبتها ومشقتها إذ يقضي أكثر من 12 ساعة في الاستبل للاعتناء بأبقاره صباحاً كل يوم فضلاً عن الصبر الطويل والتحمل لمشقة ساعات طويلة يومياً في مهنة تربية الأبقار فهي أيضاً تعاني تدهوراً واضحاً رغم أنها من أهم الثروات الحيوانية لذا وجب تدعيم المزارعين وتشجيع الشباب على ممارسة هذه المهنة